نشرة أخبار الحصاد من تلفزيون اليوم السابع أهلا بكم أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفطر الأسود يصيب ضعاف المناعة وندر الإصابة بين الأطفال والكبار مؤكدة زهور الفطر الأسود في عدد محدود من الحالة في مصر خلال العقود الأخيرة وذلك على الرغم من عدم انتشار الفطريات المسببة لهذا المرض بصورة كبيرة وقالت وزارة الصحة والسكان أن غالبية الإصابات بالفطر الأسود في مرض السرطان وتم توثيق الحالات في بعض الدراسات التي تم نشرها في الصحف العالمية يفتكح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجمعة المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية والذي تنظم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة من 11 إلى 14 من يونيو الحالي شرم الشيخ وذلك بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثل كبرى المؤسسات وتكتلات الاقتصادية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ناقش العديد من القضايا مع رئيس وزراء بريطانيا مشيرا إلى أن الاقتصاد بدأ بالعودة بعد تداعيات الجائحة قائلا نريد مهاجمة فيروس كورونا بشكل جمعي وشدد رئيس الأمريكي جو بايدن على أن التطعيم ضد كورونا هو مفتاح إعادة فتح الاقتصاد قائلا سوف نساعد العالم من أجل الخروج من هذه الجائحة وتبرع بـ 500 مليون جرعة للقاح حقق المنتخب الأولمبي بقيادة شوق غريب فوزا مستحقا على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين وذلك في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على الساد السويس الجديد ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد توكيو لعام 2021 ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب وسجل هدفي منتخب مصر الأولمبي في اللقاء مصطفى محمد نجم الفرعنة وجلة السراي التركية تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمع انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حيث يسود تقصحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة التقصي ليلا فيسود تقصي لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد مبيني 20 درجة السنة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة معا أسوان فالعظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة نهاية نشرة أخبار الحصاد نشكر لحضراتكم طيبة المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر